موسيقى ياهلا ومرحبا أعزائي المتابعين أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة لهذه الأسبوع معكم أخوكم هاشم العلوي واليوم راح نتكلم عن بعض المواقع اللي توفر لنا بلغينز بالمجان هاي طبعا مواقع حقيقية وليست مواقع توفر بلغينز مسروقة مثل اللي كنا نتكلم عنهم في حلقة سابقة إذا ما شفت الحلقة هذه اضغط على الفيديو وشوفها وارجع مرة ثانية هنا وخلنا نتكلم عن مواقع حقيقية تقدر تحصل منها على بلغينز بلغينز يعني كثيرة ممكن هي تكون بلغينز جيدة فقبل ما نبتدي لا تنسى تعطينا اللايك وتشترك في القناة وتشاركها مع جميع أصدقائك حول العالم عشان نقدر نوصل إلى أكبر مجموعة ممكنة حول العالم أوكي أول موقع راح نتكلم عنه اليوم هو audiopluginsforfree.com هاي الموقع عبارة عن مثل ما هو عنوان مكتوب يعني audiopluginsforfree فلو تشوف الموقع هني طبعا عندك landing page ويا كثر الإعلانات في هالمواقع لأن هاي الطريقة الوحيدة اللي يقدرون يطلعون فيها فلوس تقدر تسوي filter على حسب مثلا البلغينز تشوف مثلا best free plugin يعطي قائمة الأفضل البلغينز المجانية وإذا عجبك واحد من هالبلغينز تقدر تضغط عليه وتحصل على details ما للبلغينز نفسه وتسوي الداونلود من خلال هاي الرابط اللي موجوده هني الليستة طبعا كثيرة 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 ومنها يعني كمبريسورز ايكيوز وإفكتس وإنسترومنز تقدر تحصل على التب بي من هني هاي طبعا يعني للبلغينز عادة تكون يعني أشخاص هما اللي مساوينها وفي بعضهم من شركات يعني كامل أوديو هاي شركة توفر بلغينز بالمجان أيضا فهاي أول موقع أوديو بلغينز فور فري تقدر تحصلون عنا كل المعلومات من هاي الصفحة ننتقل للموقع الثاني والله هو بلغين بوتيك بلغين بوتيك هو طبعا موقع يبيع البلغينز نفو ما تشوفون يعني أغلب البلغينز اللي موجودة هني كلها بسعر ولكن في أيضا قسم كبير حق البلغينز المجاني اللي هو موجودة هني على فكرة كل هالمواقع رح أخلي اللينكات ما لها في وصف هالفيديو تقدرون تلغطون عليها وتروحون تشوفون هاي المواقع مباشرة ففي بلغين بوتيك عدنا الفري سكشن فيه طبعا افكتس فيه انسترمينز لو نشوف مثلا الافكتس خلنشوف مثلا الايكيو ضغطنا على الايكيو هاي كلهم فري بلغينز فتقدر انت تسوي حساب طبعا على الموقع لازم تسوي حساب او شي وتسوي لهم داونلود وتستخدمهم عادي كلش محتاجة تفعلهم اي شي وبعض هاي البلغينز ترا يا جماعة يعني بلغينز حلوة يعني قوية فممكن انك يبيرك شوية وقت على ما تدور وتحصل بالفعل يعني بلغينزين ولكن اوعدكم ان في هاي المجموعات كلها في بلغينز جدا 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 حلوة فهاي موقع بلغين بوتيك دوت كوم الموقع الثاني اللي بنتكلم عنا هو بلغينز فور فري بلغينز فور رقم فور فري هاي الموقع ايضا في مثل ما انتوا شافين على الليسار هني الكاتوغوريز او المجموعات المختلفة من الالات في عندك مثلا هني تحت السنتلسايزر مثلا عندك انواع مختلفة انالوغ موجلور اف ام ويف تايبل امبيانت لوفاي شم فيه اللوفاي هاي طبعا مثل ما قلت لكم وايد فيه اعلانات او واو كومدور سكستي فور اميوليشن من فيكم يذكر الكومدور سكستي فور اللي يذكر كومدور سكستي فور يكتب لي تحت في التعليقات شباب فهاي البلغينز موجودين هني او اميقا بعد لا 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 اميقا شباب يعني اذا مر عليكم اميقا في حياتكم انتم من الجيل الطيبين كل الكاتوغوريز اللي موجودة هني خنشو مثلا بيانو هاي حق الانسترمنز مثلا كل هذي آلات عادة ما تكون آلات الناس اللي هي اللي برمجتها فبكل بساطة تقدر انك تشوف تفاصيل البلغين نفسه شوف وين هني ويعطيك ايضا لينك حق انك تساوي download تمام؟ هاي موقع plugins for free.com الموقع اللي بعده هو موقع KVR Audio هاي موقع صار لسنين سنين 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 ويقدم ايضا مثل ما انتم شايفين الكثير من البلغينز المدفوعة والكثير من البلغينز المجانية ايضا فانت قاعد تدور هني بتلاقي في البرايسين هني لازم تختار انه يكونون free عساس يسوي لك refresh ويطلع لك فقط البلغينز المجانية يعطيك تفاصيل البلغين نفسه وطبعا تقدر تساوي له download على حسب البلاتفورم اللي انتقى تستخدمها فيه كثير من البلغينز هني يشتغلون على الماك وعلى البي سي او على الاثنين فموقع KVR Audio هو من اقدامه اكبر المواقع اللي موجودة على الانترنت واللي تقدم بلغينز بالمجان الموقع الخامس عدنا في اللسته هو pianobook.co.uk هاي الموقع اكثر شي بتلاقون في sample packs sample packs هي عبارة عن شنو عبارة عن يعني مجموعة ملفات مصنوعة من samples من samples حقيقية كل الآلات اللي موجودة هنا او كل sample packs اللي موجودة هنا تشتغل على انواع مختلفة من اللي هو players يعني مثلا اذا عندك طبعا تحتاج شيء يشغل هاي samples تستخدم contact في نوع طبعا ال free version حق ال contact وفي decent sampler هو يعني شيء مقارب ال contact وطبعا بالمجان ما رح تدفع عليه اي شيء بس decent sampler وايد وايد مشهور ما بين الناس وفي الكثير و الكثير من plugins او sample packs اللي ممكن تشتغل عليه محتاج تدفع عليها اي شيء خدشوف مثلا اهني مثلا هاي mini kalimba تقدرون تشوفون هاي sample موجود وطبعا لازم تسوين login على اساس ان تقدرون تسوينا download وردي في 754 واحد نزلوها ال sample pack فهاي الموقع جدا 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 حلو والناس اللي قاعدة تقدم في ال plugins يعني من الناس فيه تلاقي طبعا مثل كل مواقع تلاقي الناس اللي مستوهم جيد تلاقي الناس اللي هم professionals حاول انك انت يعني تشوف لك وقت شوية وتقضي وقت تفتر لك فرة على هاي الموقع واكيد اكيد اكيد رح تحصل شيء يناسب الشيء اللي قاعد تشتغل عليه الموقع الاخير هو موقع spitfire audio موقع labs من شركة spitfire audio labs هو عبارة عن مجموعة اصوات مجانية مصممة من خلال او من قبل الناس المحترفين اللي يشتغلون عارتا مع شركة spitfire audio فيه يعني مجموعة كبيرة من الناس اللي professional فيه ناس ايضا اللي هم sound designers او مصممين الصوت موجودين على الانترنت وموجودين حول العالم قاعدين يسوون ايضا contribute او قاعدين يشاركون بالمحتوى لهاي الموقع لو نشوف مثلا على most popular مثلا بنلاقي ان هاي الالات هي يعني اكثر الالات المشهورة اللي الناس بنسوي لها download خلي نسمع مثلا فيه تندرا اتماوس موسيقى 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 فكل هاي الاشياء بالمجان راح تلاقونها وتقرون تساولها download وحتى اذا يعني حابين تستخدمونها في مقطوعاتكم وفي اعمالكم عادي تقرون تستخدمونها بدون ما تشترون اي شيء او تساول يعني داما طبعا اللي تتابعون تساولون كردت او تذكرون اسم المواقع اللي حصلتوا منها اصوات هاي شيء جيد ولكن انت مو ملزم بهاي الشيء فهذي كلها مواقع موجودة على الانترنت اليوم ومواقع لجرمت ومواقع حقيقية ما تقدم اشياء مسروقة تقدر انت من خلالها تساوي download حتى كل انواع الاصوات هذي يا جماعة نظرة سريعة على المواقع الموجودة على الانترنت اليوم اللي يعني بعض المواقع اللي موجودة اللي تقدر من خلالها تنزل اصوات و sample packs و sounds و plugins بالمجان ان شاء الله عجبتكم الحلقة اليوم وإذا عندكم اي استفسار اكتبوا لي اياه تحت في وصف هاي الفيديو اتمنى لكم داوم الصحة والسعادة واشوفكم ان شاء الله في حلقة قادمة اشتركوا في القناة